موسيقى جرت العدى في بداية كل موسم جامعي قيام بدرس افتتاح جامعي نختار له باحثين علماء مرموقين أساتذة جامعيين لهم مؤلفات هدفه الأساسي هو أولا إطارة أو الحديث عن مواضيع التي تهم كل الفعاليات الجامعية من أساتذة وطلبة وطلبة الدكتوراه اليوم كان عنوان هذا الدرس الجامعي هو الهوية المغربية والهوية المغربية هي موضوع يهم كل الفعاليات من أساتذة وطلبة بمختلف توجهاتهم والهدف كذلك من الدرس الجامعي هو أننا نعطي للطلبة فضول القراءة ونزرع فيهم هذا الفضول ونزرع فيهم حب القراءة والبحث في موضوع الأنتروبولوجيا وفي موضوع الهوية المغربية طبعا الهوية المغربية تطرح عدة أسئلة هل هي هوية دينية فقط تعتمد على الدين أم تعتمد على اللغة أم تعتمد على الانتماء إلى الوطن تبين من خلال محاضرة الأستاذ دارشيق أنها تهم كل هذه المواضيع وكل هذه الجوانب وأن المغربي أو التقافة المغربية أو الهوية المغربية تضم كل هذا وأنها هوية تراكمية تكونت مع مرور السنين ومع مختلف المغاربة الذين عاشوا خلال هذه الفترات الزمنية الطويلة كلها